تركيا المنوارات العسكرية والمراوغات السياسية انقرأ اسكتت ماكينات نيرانيا البحرية شرقية المتوسط بعدما اصطدمت بدغوط دولية قوية بهدف افساح المجال امام الحلول الدبلوماسية وايضا سحبت سفينة التنقيب اوروتش رئيس والسفن الحربية المرافقة لها بعيدا عن الساحل اليوناني بعدما رفع النادي الاوروبي نظارات تهديده بفرض العقوبات لكن الاطراك عادوا يراوغون ويعلنون عن تمديد عمليات التنقيب عن النفط والغاز قبل تسواحل جزيرة قبرص حتى الثامن عشر من اكتوبر المقبل وهي خطوة وصفتها نيقوسية بانها استفزازية تلك التدابير المستفزة جعلت اليونان تستقبل بحضر وصلاة الغازل التركية الداعية لمجد جسور الحوار بين اطراف الازمة واشترطت وقف الاجراءات المثيرة للاستفزاز اليونان منفتحة دائما على الحوار مع تركيا بخصوص المياه الاقليمية في المنطقة الاقتصادية الخالصة بشرطا توقف انقرأ اعمالها الاستفزازية في المنطقة اليونان وقبر التحشدان الصف الاوروبي لاخضاع تركيا لمقصلة العقوبات وهدد القبارست باستخدام حق الفيتو لعرقالة اي قرارات اخرى للاتحاد الاوروبي اذا لم تتضمن معاقبة الدولة التركية نود ان يقوم شركاؤنا واصدقاؤنا في الاتحاد الاوروبي بصياغة قائمة بالعقوبات التي يمكن فرضها على تركيا اذا لم توقف اعمالها غير القانونية تأزم المواقف بين الدول الثلاث ينعكس احيانا في هيئة طراشق ورقي واستدعت وزارة الخارجية التركية السفيرة اليونانية لدى انقرأ بسبب عنوان صحفي ورد في احدى الصحف اليونانية واعتبره الاتراك انه يسيء الى اردوغان تركيا خلال صراعها في اخطر شريان مائي تناور احيانا وتراوغ احيانا اخرى لقنص اكبر مكاسب ممكنة والاطراف الاخرى تتربص وتحتشد لكبح الجماح التركي